إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه واذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه والذكر يفتح أبوابا مغلقة والذكرون لرب الخلق أخيار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الذاكرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأحباب يتواصل لقاؤنا مع أسرار الأذكار وفي حلقتنا الماضية كنا قد ذكرنا أنها ستكون الأخيرة في حدائق الذكر في القرآن لكن أراد الله عز وجل أن يبقى لنا هذا اللقاء في حدائق الذكر في القرآن الكريم والمقام مع الذكر في القرآن الكريم يطيب للذاكرين وللمتدبرين احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت إن من حدائق الذكر في القرآن الكريم أن الله عز وجل أمر بختم الأعمال الصالحة به وضربنا النماذج لذلك ولكن أضيف كلمة جميلة لبعض أهل العلم يقول فيها من واضب على ختم الأعمال الصالحة من واضب على ختم الأعمال الصالحة بذكر الله ختم الله عز وجل له دنيا بلا إله إلا الله جميل والله كما أن الذكر خاتمة الأعمال الصالحة في الدنيا فإن من واضب على هذه الخواتيم للأعمال الصالحة بذكر الله يوفقه الله عز وجل ليختم حياته بلا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان واحد يتعود يختم أعماله كلها بذكر الله خاصة أعمال العبادات حين يأتي في الدنيا من شب على شيء حين يأتي ليموت من شب على شيء شاب عليه واحد طول عمره يختم الأعمال الصالحة بذكر الله يبّى إن شاء الله وبتوفيقه سيموت على ذكر الله وقول لا إله إلا الله لكن إحنا ذكرنا برضو الآية في سورة الجمعة إن إحنا نذكر الله كثيرا بعد صلاة الجمعة وكثير مننا يغفل عن هذا بنا نشغل بالسلامات على بعضنا أو نجرى على شن نتغد يريد نذكر بعضنا إن هذه الساعة من ساعات البركة لأن الله قال سبحانه وتعالى فإذا قضيتم الصلاة صلاة الجمعة فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض آسف نبدأ نقول الآية من أولها علشان يبقى معنا المفتاح يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الآية ديا سبحان الله بتبين لك إن المسلم متوازن في حياته متوازن وهي تقول للمؤمنين نحذركم من الانتشار في الأرض متغافلين أو متناسين ذكر الله عز وجل الآية بتقول للمؤمنين احذروا أن تسعوا في الأرض للبحث عن أرزاقكم وطلب معايشكم وأنتم غافلون عن ذكر الله بل ينبغي وأنتم تسعون في الأرض رايح وظفتك رايح كليتك رايح مزرعتك رايح حقلك رايح مجرك رايح مصنعك راكب عربيتك أي شغلانة من اللي بتشتغلها وإنت بتشتغل اذكر الله عز وجل بذلك تجمع بين الدنيا والآخرة تجمع بين الدين والدنيا وتأتيك البركة كان بعض الصالحين حين يخرج من المسجد في صلاة الجمعة طالع من الجامع خلاص بعد ما صلوا الجمعة يقول إيه يقول اللهم إنك ناديتنا وأمرتنا بالسعي إلى ذكرك والجلوس إلى الإمام وقد حضرنا الذكر واستمعنا وصلينا وأمرتنا إذا قضينا الصلاة أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضلك وأن نذكرك كثيرا فها أنا أمتثل أمرك وأن تشر في الأرض مبتغيا فضلك وأذكرك كثيرا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم كأن هذا الرجل الفاهم يستحضر الذكر ليطلب البركة من الله تبارك وتعالى الوجه التاسع من حدائق الذكر في القرآن الكريم أن الله عز وجل اختص الذاكرين بالانتفاع بآياته وتدبر كتابه وأنهم أهل الفهم الآيات يعني المعجزات المبثوثة في الأنفس والآفاق وفي الأرض آيات للموقنين في الأرض علامات واضحات جليات وبراهين ساطعات وحجج قويات على أن الله هو الواحد خالق الأرض والسماوات على أن الله هو الذي يستحق العبادة وحده دون أحد سواه وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم آيات للموقنين أيضا وفي أنفسكم أفلا تبصرون طيب الآيات الموجودة تدل على وحدانية الله عز وجل كثيرة لكن الذين ينظرون إلى الآية ويعرفون ما فيها ويتوصلون من خلال النظر فيها إلى التعرف على قدرة الله ووحدانيته هم الذاكرون الله عز وجل أما الغافلون عن ذكر الله عفنا الله وإياكم فإنهم يمرون على الآيات والمعجزات والبراهين ولا يستفيدون منها بل يطمس على قلوبهم فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور شايفين الآية والمعجزة لكن مش عارفين يستفيدوا منها عينهم مفتحة لكن قلوبهم مأفولة طب أنا أفتح اللئفال اللي على قلب بإيه؟ بذكر الله عز وجل لو فتحنا أقفال القلوب بذكر الله تنفتح البصائر فتبصر الآيات والمعجزات فتستفيد إبّ إذا أكثرت ذكر الله عز وجل فتح الله عز وجل عيون بصيرتك في قلبك كما فتح عيون بصارك في وجهك فتستفيد من الآيات ثم تقرأ كتاب الله عز وجل فتفهم وتتدبر ثم تنظر فيما حولك فتستفيد وتقدر وتدلي برأيك ويكون رأيك صائبا لأنك قد فتح قلبك واطمأن بذكر الله فأنت ترى بنور ذكر الله عز وجل أين نجد هذا في القرآن؟ دي حديقة من حديقة الذكر في القرآن إذا أكثرت من ذكر الله فتح الله نور فتح الله النور لقلبك فأبصرت الحقائق وتجلت لك المعارف واهتديت إلى ما أراد الله منك ده موجود في صورة آل عمران في الآيات اللي كلنا حظنها وبنسمعها كتير من المشايخ يقرؤونها في الإذاعات وفي المناسبات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ليه النهار دي حقائق كونية دي معجزات لله عز وجل في الكون دي آيات طيب اللي يتدبر في ملكوت السماوات والأرض وفي الليل والنهار إيه اللي يحصل؟ وهو ذاكر لله كثيرا يهتدي يهتدي يفهم يتوصل إلى الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات علامات واضحات يتوصل بها إلى الله لأولي الألباب لأولي الفطر السوية التي لم تتلوث بالشهوات والمعاصي والشبهات لأولي العقول السليمة التي تفهم عن الله لأنها مشغولة بالله إن في ذلك لآيات لأولي الألباب في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار علامات وطرق توصل إلى معرفة الله عز وجل لأولي الألباب الله يعني أولي الألباب هم الذين يصلون إلى الحقائق والمعارف والعلوم وما قلناه آنفا نعم طب من هم أولي الألباب؟ أولي العقول السليمة العقول التي لم تتلوث بالفساد الفكري الفطر السوية التي تتصل بالله ولم تلوثها الشهوات والمعاصي طيب ما فيش صفة بارزة الأولي الألباب ما فيش سبب كده يدخلني في أولي الألباب ده أولي الألباب بيستفيدوا مهوا أبأ منهم إزاي؟ اوصفهم لي يا رب يقولك إن في ذلك لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم شايف؟ أولي الألباب اللي بيفهمهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قائمين وقاعدين وراقدين معنى كده إيه يذكرون الله في كل أحوالهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآيات يب ممكن نستفيد ونقول إذا كنت كطالب تذاكر في مدرسة أو كلية وأشكلت عليك مسألة أو استغلق على فهمك موضوع ما في الدراسة ماذا تفعل صح أفتح بالذكر عشان أفهم قل كده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا يفهمك الموضوع بإذن الله وتستعين برضو بالأستاذ وتستعين بالآخرين بس استعين أولا بالله عز وجل رب العالمين أنا أذكر وأنا في الامتحانات في سنة تلتة كلية وكنت في قسم التفسير والحديث ومدت مناهج المفسرين ذاكرتها عدة مرات حتى هضمتها وكدت أن أحفظها فدخلت الامتحان ونظرت إلى الورقة ومن عادتي حين أعطى ورقة الأسئلة أقرأ سورة الفاتحة وأقرأ الأذكار وأقوم بتزويق وترويق ورقة الإجابة سبحان الله فنظرت إلى الأسئلة والإجابة تدور في رأسي وأنا أجري وراءها أريد أن أمسك الخيط حتى أبدأ لا أستطيع وأنا أعرف الإجابة جيدا يا الله فوضعت يدي فوق رأسي ثم جعلت أقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا مفهم سليمان فهمني اللهم يا معلم إبراهيم علمني اللهم افتح ما أغلق من قلبي وفهمي والله بمجرد أن قرأت هذه الأذكار جاءت الإجابة تترى وانطلق القلم يكتب بين يدي على بركة الله وباسمه حتى انتهيت من تسويد الورقة كلها بالإجابات مع تزويقها وتنميقها وحصلت على 98 من 100 في هذه المادة فهمت لأنني ذكرت الله عز وجل وعند استعداد طيب القرآن الكريم علشان إن انت تبدأ تفهمه لازم تكون ذاكر لله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اللي جاي يفسد عليك ويشوش عليك فهمك حتى لا تفهم القرآن الكريم الشيطان جاي لك علشان يقطع انت هتفتح المصحف وتقرأ الآيات ومطلوب منك وأنت تقرأ أن تتدبر كتاب الله عز وجل وتتفاهم ثم تعمل انت عايز تقرأ الشيطان يحاول بيدك عن المصحف بكل سبيل لو كنت قوي العزيمة وروح تواخد المصحف الشيطان ما بيركنش على جنب بيجي يقعد يشغلك علشان يخليك تقرأ بلسانك وما تفكرش ولا تفهم لازم يكون معاك السيف لما انت تمسك المصحف الشيطان عايز يقطع عليك التفكير والتدبر عشان ما تفهمش كلام ربنا لازم تكون رفيع له السيف اللي تقطع راسه بيه عشان تفهم كتاب ربنا ايه السيف اللي يقطع رأبة الشيطان الاستعاذة ذكر الله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم حينئذ يفتح الله عز وجل لك أبواب المعارف والعلوم القرآنية أسأل الله أن يفتح مغاليق قلوبنا بذكره سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنواه اذكر إلهك للأذكار